ازايكوا شباب عاملين ايه فيديو الكودينج بتاع البيلمان فورد المعرفات شرحنا ببيلمان فورد وقلنا ان هو هيلاقي شورتست باس من السورس لكل البرتسيز التانين وقلنا ان فكرته بمشي او ترلوب او لوب خارجية امشي انا ماينس وان انا ماينس وان عشان مايجبش سايكل والشرط بتاعي او الكنديشن اللي شرحته في الفيديو اللي فات لازم تكون شفت بلايليست جراف والفيديو اللي فات عشان تعرف تكمل امام طيب تعالوا نشوف بقى الكود هيتعمل ازاي في هنا كود بردو بس انا كابه اسهل عشان يسهل عليك انا في العادي باخد x و y و w كage لا انا اخد الage بتاعتي from two weight هغير بس الاسم عشان يبقى اسهل لي عشان بكتب from two واحطهم كلهم في i يعني انا عندي m ages من صفر ال m شايلين الage بتاعتي يعني انا عندي الage في صفر و 1 و 2 و 3 همشي انا ماينس وان طيب في الاول خالص بخلي ال distance رقم كبير الناس اللي هتسأل ايه الرقم ده الرقم ده انا معرفه فوق اهو برقم كبير والناس هتسأل عن dbb دي بتعمل ايه dbb d function انا معرفها حاجة اسمها mem set mem set d بت set value في الاري كله ممكن انت تسعملها بfor loop بعدي خالص انت ممكن تمشي for loop integer i equal zero من i للن مثلا او i للن plus 10 مثلا وتخلي i plus plus وتقول the distance of i تخليها مثلا بتساوي 1 e 9 او اي رقم كبير تمام طيب فانا هست ال distance برقم كبير جدا عشان هاي اجيب المني وال distance source اخليها بzero وامشي update ايه اللي بيحصل بقى ال algorithm مشغال ازاي بامشي على كل الages حلو طول ما فيه size يعني ايه طول ما فيه size يعني هو يفضل ماشي لغاية 0 و m اول ما يلاقي مفيش انا بحط في ال id 3 بحط from and to wait ففيه adjacent of i of 0 و adjacent of i of 1 و adjacent of i of 2 لما هو يوصل وما يلاقيش حاجة خالص يعني سيلاقي ان ال adjacent دي ما فيهش حاجة بقى ما فيهش edge هنا فكده كإنه بمشي ال teammates ممكن طبعا تعملها from j to m يعني حلو او sorry from i to m هيا هيا عادي خالص او تعمل from j j equal 0 j plus plus j يعني أنا باس كتبتها y loop بيличه عشان بردو هي مكتوبة هنا فما تستغربش منها طبعا كده هامشي على كل الages هعمليه في كل age ه neuroID طيب بكرر القرار ردة كم مرة بكرر كزا مرة يعني هنا هو هي update كل الages في أول لفة تاني لفة هي updateهم تاني طب إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لأن كل مرة قمتة distance دي بتتغير على حسب الupdate لأنني مثلا في أول مرة أقولها update 2 أو 3 nodes تاني مرة الـ 2 أو 3 nodes دول هيأثره في الباقي هيأثره في الباقي لغاية إمتى لغاية إنه minus 1 اللي هي آخر لير خلص فكل مرة الupdate ده أو التحديث ده بيضرب في اللي بعده بي amplify بيجبري أنا عايز أعملها لك وأعمل لكو trace لها برضو عشان تفهموه أكتر بس الفكرة أن أنا بحدث حتة صغيرة والحتة صغيرة دي بتوسع معي عشان كل مرة بجيب المنمم باختصار فبما أني كل مرة بمشي فالمنمم ده عملا يتحدث عملا يتحدث عملا يتحدث طب ليه التحديث ده آخر وإنه minus 1 ده سببين عشان مش هبقى في cycle إنه minus 1 ده حجم 3 plus إنه minus 1 هكون مشيت على كل الليرز مع ده اللير الأخير يعني فكر فيها بكذا الطريق طب في الآخر مطلوب مني أطبع distance عشان دي كانت problem هنا كان في هنا problem بيقول لي أطبع distance طيب يعني أنا هدخل بردو عادي خالص وأبدأ أطبع distance طب في حاجة بس أخيرة عايزكوا تعرفوه إيه هي الحاجة الأخيرة لو إحنا صمتنا هنا هجيب time limit عشان ده time complex T فما حدش تصمت هنا وحدش يعمل كده لإن ده بياخد time كبير في ناس هتقول لي طيب O of E of V اللي هو N في M N في M عشرة قصة 4 في عشرة قصة 6 بعشرة قصة 10 والثانية بعشرة قصة 8 فانه أقسم عشرة قصة 10 على عشرة قصة 8 يعني الكود بتاعي هياخد 100 ثانية عرفتها منين أو عرفتها منين الكمبيلر بتاعي بياخد عشرة قصة 8 خطوة في الثانية يعني بيقدر يعمل عشرة قصة 8 عملية في الثانية ده كومبيلر كود فورس مش عارف هنا على أكرار سكم بس أنا بفترض عليه يعني من يعرف كومبيلر كود فورس بفترض أنه كله زي طب لو أنا طبعت هنا هيتبع لي الإجابة صح هيتبع لي كل المسافة لكل النودز اللي أنا مقررها أنا 0,5,2,3,7 عشان من النود لنفسها هو هتطبع من 1 عشان هو عايز يطبع 5,2,3,7 بس سهلا يعني بدل ما تطبعش الصفر اطبع بس اللي هو عايزه واتبعه بالسطر ده طب إيه المشكلة أنه هجيب time limit طيب إيه بقى فائدة الألجوريزم اللي هو بيجيب time limit الألجوريزم ده لي استخدامات تانية ليه حاجة اسمها أنه هجيب negative cycles دي حاجة لسه هنتعرض لها قدام أو مش عارف ممكن نشوفها كمان في المسائل طيب دي حاجة حاجة كمان احنا هناخد 4 short استباس ألجوريزم بيعمل نفس الحاجة طب إيه الهدف منهم التلاتة أو الاربعة دول هل هي رخامة لا بالفكرة انت بتشوف الناس اللي فكرت فكرت ازاي كل طريقة مبنية على فكرة مختلفة وكلهم صح يعني كلهم بيحلوا نفس المشكلة بتايمكم ليكستي مختلف وبفكرة صح وده حتى موجود في المسائل وانت بتحل مسألة ممكن تلاقي انت حل الحل وزميلك حل الحل والتنم يجيبه اكسبت فانت يعني بتفتح زهنك كمان الاستخدامات مختلفة كمان جوا contest لما معاك طولز كتير يعني مثلا جات لي مسألة والن والم الليلين تخلي الن والم بألف فأسهلي ان اكتب الكود ده صح حلو انت مش متحفظه طبعا بس اسهلك ان انت تكتب الكود ده لان انت عارف ان اصغر عن انت تكتب حاجة زي الديجسترا الديجسترا هتلاقيها معقدة شوية الكود بتاع سخيف يعني ان ممكن تكتب الورش الالجوريزمي بياخد O of N تكعيب حلو بس بالزبط O of vertices أو nodes تكعيب الـ vertices اللي هي nodes انا بقولها N و N عشان بيجلنا كده في المسائل O of N تكعيب N في N في N بس استيل الالجوريزمي تافع عشان تكتبه وحتى لما يجي تشرحه هتلاقي فكرته تافع طيب احنا كده اخدنا كل حاجة انا حبيب بيقعدوا لان كان ايه يعني اقول لك اتنينية ماشية ازاي وده الكود الكود تافع ما فيوش اي حاجة الامانة الفكرة ان انا كل update ال distance دي بتتغير بس كده وبتصل مستمتع بالفيديوهات ولو عايز تحجز الكورس معنا احنا تاني مجموعة دلوقتي شغالة لسه يعني ما كلمتهمش بس احنا اول مجموعة شغالة قرابط تخلص وهبدأ في تاني مجموعة في تاني مجموعة الحاجز بتوعها شغالة فممكن تحجز حتى لو لقيت عدد الناس الحاجزين كدير عادي لان غالبا مش بيصافي عن نفس العدد يعني فعادي ان انت تحجز وفيش مشكلة هتلاقي العدد كويس جدا يعني وبتصل مستمتع بالفيديوهات وسلام